مساء الخير شباب، جتنا أسئلة كثيرا على القناة هل راوتر D-Link 224 أو الـ 124 يدعم ميزة الـ iBTV؟ هل هذا الراوتر قادر على بث الميزة لاسلكيا كما هو قادر على بثه سلكيا؟ بهذا الفيديو أصدقائي سنتعرف على طريقة ضبط إعدادات الـ iBTV على راوتر D-Link 224 أو الـ 124 لأنه بالنهاية نفس السوفتوير الداخل وهلأ مننتقل لجهاز الكمبيوتر لحتى نتعرف على الطريقة وبعد ما انتقلنا لجهاز الكمبيوتر أصدقائي بفتح أي مستعرض انترنت عندي وبدخل على العنوان المعروف لراوترات D-Link 192-168-1-1 بهذا المكان أصدقائي من المتعرف عليه أنه بوضع كلمة المرور admin طبعا في بعض الراوترات تكون الكلمة موجودة خلف الراوتر كما هو الحال براوتر 224 بدخل على الواجهة الرئيسية للراوتر وبنتقل عند انترنت setup بداخلها في عندي channel config بضغط عليها بهذا المكان تطلع لإعدادات الانترنت اللي موجودة عندي ملاحظة مهمة جدا الراوتر اللي عندي مبرمج سابقا على إعدادات الانترنت ولكن ما فيه إعدادات الائي بي تي في وبالنسبة للتعرف على طريقة وضع إعدادات الانترنت براوتر الديلنك الـ 124 أو الـ 124 اللي احنا صراحة ساوينا على هذا الموضوع فيديو موجود عندي على القناة راح تلاحظوا أنه موجود بعلامة الـ i على الزاوية على اليمين أو اليسار أو بالرابط الموجود بوصف الفيديو وهلأ أبدأ بوضع إعدادات الائي بي تي في بالراوتر اللي عندي عندي خيار الـ Default Root Selection بحطه بحالة الـ Space Feed أما بالنسبة للـ VBI بتركها صفر والـ VCI بوضعها 32 وبالنسبة للـ Channel Mode بحطها BPOE وبالنسبة لخيار الـ NAPT بحط عليه إشارة صح كذلك الأمر خيار الـ IGMP بحط عليه إشارة صح وكذلك الأمر الإنكريبشن بتكون بحالة الـ LLC وهلأ بوضع الـ Username والـ Password المقدمين من مزود خدمة الانترنت يلي عم يقدم لي ميزة الـ IPTV وبنتين عند الـ Default Root وبحطه بحالة الـ Disable وبضغط الآن على عبارة Add ننزل لتحت شوي وملاحظ أنه صار في عندي إعدادين للانترنت بقلب الراوتر الإعداد الأول المعروف تبع الـ DSL والإعداد الثاني اللي هو الصفر VBI والـ VCI 32 اللي هو خاص بالـ IPTV وبالنسبة لإعداد الـ IPTV بروح لعند إشارة القلم وبضغط عليها بهذا المكان بتكون بحالة Disable Bridge بوضعها بحالة Bridge Ethernet وبضغط على عبارة Apply Change يعني تطبيق الإعدادات وبعد ما انتهيت من وضع إعدادات الـ IPTV وملاحظ أنه هي نزلت كسطر ثاني بعد إعدادات الانترنت بطلع لفوق شوي وبنتقل عن تبويب Advanced داخل تبويب Advanced في عندي Routing بمجرد التأشير عليها في عندي Static Route بدخول عليها بهذا المكان بدي أوضاع الأرقام التالية مثل ما أنا شايفين بالـ Destination في رقم معين وبالـ Subnet Mask في رقم معين هذه الأرقام أخذتهم من مزود خدمة الانترنت اللي يعني يعطيني الـ IPTV وبضغط على الـ Interface بهذا المكان وبختار الـ BBBOE 2 اللي هي خاصة بالـ IPTV أو السطر الخاص بالـ IPTV وبضغط على عبارة Add Root منلاحظ أن الإعدادات نزلت بهذا المكان برجع على تبويب Setup وبدخل على تبويب الـ Internet Setup على Channel Config بهذا المكان بنزل لتحت شوي وبتأكد أن إعدادات الانترنت بهذا المكان بوضع عليها دائرة أنه الـ Default Root الخاص فيها بحالة Enable طبعا هي ملاحظة مهمة جدا بعد وضع إعدادات الانترنت قد تنتقل هاي الدائرة لحالة الـ Disable الخاصة برجع بذكر بإعدادات الانترنت وليس الـ IPTV تمام قد تنتقل لحالة الـ Disable وتقطع عندك الانترنت لذلك تأكد أنه الـ Default Root محطوطة بحالة الـ Enable وبرجع بتأكد من إعدادات الـ IPTV بدخل عليها بوضع الدائرة عليها أنه الـ Default Root محطوطة بحالة الـ Disable وهلأ برجع لسطح المكتب وبدخل على برنامج الـ IPTV مثل ما أننا ملاحظين فتحة الواجهة سأدخل على البث المباشر ومثل ما شفنا أصدقائي ميزة البث المباشر شغالة مثل اللي ردها على الكمبيوتر عن طريق كابل الشبكة بذكر وبرجع بكرر عن طريق كابل الشبكة البث ممتاز جدا ما فيه أي تكسير هلأ رح نخرج خارج جهاز الكمبيوتر ونشوف على الموبايلات عن طريق الـ Wireless هل ميزة البث المباشر شغالة ولا لا ومثل ما أنا شايفين أصدقائي ميزة البث المباشر للـ IPTV عن طريق راوتر الـ D-Link ممتازة جدا عن طريق الـ Wireless شايفين شباب ما فيه عندي أي تكسيرة أو أي تقطيشة بالصورة طبعا هذا الشي بث مباشر وأكيد بالنسبة لما كتبت الفيديو وأكيد ستكون نقية والبث تبعها ممتاز جدا شكرا لمتابعتكم أصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية